ومن الخان الأحمر شرق القدس المحتلة ينضم إينا أحمد البديري مراسل الغد إذن أحمد اخترات بالهدم الذاتي لأهالي الخان الأحمر ومهلة أسبوع كيف هي الأجواء وإذا ما امتنع أهالي الخان الأحمر كيف سيصبح المشهد داخل الخان بلا شك بأن هناك حالة من الاستنفاز واستفساز كل الفلسطينيين هنا في الخان الأحمر عن طريق بث مثل هذه الأوراق من قبل الإدارة المدنية العمل أصلا لا يجد هناك أي حاجة لنشر مثل هذه الأوراق والتهديد بذلك لأن أصلا المحكمة الإسرائيلية قضت على انخلاء الخان الأحمر قصرا وأعطت مهلة وقد انتهت المهلة والآن إذا تأتي الإدارة المدنية وتعطي مهلة إضافية فمن الواضح بأن هناك محاولة من قبل الجانب الإسرائيل أيضا للقول بأنه أعطى مهلة كافية لأهالي الخان الأحمر وذلك لكي يكسب الرأي العام العالمي أعطيك مثالا على سبيل ثالث بأنه قال بين أي مواطن يرغب بالحصول على المساعدة في الهدم أو نقل الأغراض عليه التوجه لمدرية التنسيق والارتباط في ضواحي القدس بمعنى بأنهم لغاية الأول من أكتوبر 21 سوف يساعدون أي فلسطيني يريد أن يرحل طواعية من منطقة الخان الأحمر ولكن كما سمعنا قبل قليل بأن أهالي الخان الأحمر على قول واحد بأنهم لا يريدون المغادرة من جانب آخر التوقيت مهم يعني لماذا هم ذهبوا إلى ما بعد أسبوع على أقل تقدير طبعا بن يمين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجميع ذاهبون إلى الجمعية العمومية في الأمم المتحدة وهناك سيكون سجال سياسي دبلوماسي ولكن أيضا أمني من قبل عدد من الدول التي تريد أن تتحدث مع الجانب الإسرائيلي بخصوص الخان الأحمر والعرأسها طبعا الدول الأوروبية التي سوف تتحدث مباشرة أما الدول العربية فسوف تمارس ضغوطها لعلى من استطاعت من الدول للضغط على إسرائيل لإيقاف ما يمكن أن يحدث في الخان الأحمر وبالتالي الجانب الإسرائيلي يريد أن يستغل هذا الأسبوع وذلك لكي نعم الهيئة هيئة مقاومة الجدار والاستطان ذهبت إلى التنديد بالقانون الدولي بهذه الممارسات من قبل الاحتلال هل يمكن أن تصاعد الأمور خلال الجنائية الدولية ويحدث حلحلة وربما تغير في الموقف الإسرائيلي؟ لا يوجد هناك توجه حقيقي في موضوع الجنائية الدولية لنكن واضحين جدا مع المشاهد العربي الذي يشاهدنا الآن لغاية الآن الحديث هو عن محاولات لم تصل إلى حد الوصول إلى محكمة الجنائية الدولية هناك تقديم أوراق ولكن الجانب الفلسطيني لغاية الآن لم يذهب كل طريق إلى رفع قضية أمام المحاكمة الدولية وتحديدا الجنائية الدولية وغيرها بجر إسرائيل إلى المحكمة الدولية أعطيك مثالا في عام 2008 كان هناك معركة قاسية ضد فلسطين تحديدا ضد قطاع غزة واستشد أنا ذاك المئات من الفلسطين وقيل بأنه سوف يتم التوجه إلى محكمة الجنائية الدولية وذلك لم يحدث وبعد موضوع كان هناك طبعا موضوع القدس وأيضا لم يحدث الذهاب إلى محكمة الجنائية الدولية هذه الورقة التي تستخدم فلسطينيا بين الفينة والأخرى ولكن حقيقة لغاية الآن لا يمكن إنقاذ الخان الأحمر بالذهاب إلى الجنائية الدولية لأن الجنائية الدولية بحاجة إلى وقت طويل لذلك الاستبيان والدراسة وما إلى ذلك الحل يجب أن يكون أسرع ولغاية الآن فقط الحل الموجود هو على الأرض هو قيام أولئك النشطاء بدعم الفلسطينيين هنا في الخان الأحمر ورفض مثل هذه العملية الهدم التي ينوي الاحتلال تنفيذها في الخان الأحمر شكرا جزيلا من داخل خيمة الاعتصام بالخان الأحمر مراسل الغد أحمد البديري ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر